لا تخبو التظاهرات في العراق حتى تعود لتشتعل من جديد في أكثر من بقعة كيف لا وكل الأسباب والدوافع التي انطلقت بسببها تلك التظاهرات ما زالت مستمرة بل ويزداد الوضع سوءا يوما بعد يوم منظمة العدل والتنمي لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رجحت انتلاع انتفاضة شعبية مجددا وبشكل أوسع في مختلف المحافظات العراقية ضد الغلاء وترد الأوضاع الاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر وتفشي البطالة الأشهر الماضية شهدت حراكا شعبيا واسعا تصدرته البصرة المبتلة وتبدو الأرضية اليوم ملائمة أكثر لانطلاقة انتفاضة كبرى مع فشل سياسي متراكم حال دون تشكيل حكومة مكتملة حتى الآن رغم مرور المدة القانونية لتشكيلها بسبب الصراع المستمر على مناصب المصالح خاصة حقيبتي الداخلية والدفاع أما فيما يتعلق بملف الخدمات فإن الأمر وصل إلى حالة مأساوية وسط بنية تحتية توشك على الانهيار وميزانيات انفجارية لا يرى منها ولها أثر في ظل فساد عام يضرب كل أجهزة الدولة حتى تصدر العراق القوائم الدولية في مؤشر الفساد وصار مضرب المثل في ذلك وبلغ حدا بوضع الدولة العراقية على شفى الإفلاس والانهيار حيث تجاوزت ديون العراق 120 مليار دولار بسبب القروض الدولية التي ضاعت بين جيوب الفاسدين والمرتشين القمع الذي جوبهت به التظاهرات السابقة وعمليات الاغتيال والمطاردة والاعتقال التي مورست ضد الناشطين خففت من زخم التظاهرات السابقة لكن التجارب تقول إن مثل هذه الممارسات ستسكب الزيت على نار الصخط الشعبي وستقوده إلى الانفجار تحت وطأة غياب الحلول وانسداد الأفق بأن تصفر العملية السياسية عن تغيير ففاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه لا سيما أن أحزاب السلطة قد أسقطت في يدها وفقدت توازنها بعد أن جاءتها التظاهرات من معاقلها الشعبية ولم تعد شماعة الاتهام بالإرهاب والعمالة للخارج تحول دون انفجار الشارع ترجمة نانسي قنقر